نعم البعض يقول إن بايدن جاء إلى منطقة الشرق الأوسط أو بالتحديد إلى المملكة العربية السعودية وهو يعني جاء بدون أي أجندة ولا يعلم ماذا يريد بالأصل بحسب يعني ما يقول الكثير من المراقبين للوضع الحالي هل توافق هذا الطرح؟ لا طبعا الأمريكان يخططون مبكرا ويناقشون مسبقا الأجندات والأجندات بعضها سربت الإعلام وتحدث عنها بعض المسؤولين سواء كان من الأمريكان أو من قبل المسؤولين السعوديين يعني تم الحديث عن هذه الأجندات ولذلك كانت النتائج واضحة وقرارات اتخذت اتفاقيات وقعت لا يمكن توقيع كل هذه الاتفاقيات في 18 مجال دون أن يكون هناك تنسيق مسبق بالنسبة للأجندات التي يمكن توقيعها